في مرة الرئيس مبارك كان بيحقق مع الفنان محمود الجندي بنفسه وأنقذه من محاكمة عسكرية كانت هتضمر مستقبله وكل ده كانت بسبب غلطة كبيرة عملها وكانت نتجتها أنه يروح وراء الشمس وأنه يروح وراء الشمس فعلا لما أحكي لك القصة كلها بعدما اتخرج الفنان محمود الجندي من المعهد العلي للسينما كان باني كل أمله وأحلامه أن يكون فنان كبير لكن بعدما اتخرج على طول حصلت ناكسة 67 ودخل محمود الجندي الجيش وفي الجيش عمل الجندي ثلاث مصيب وعراء بعضة حطوه خش المدفع مع قدر بتوعه وكانت المصيبة الأولى أنه كان زابط احتياط في مطار الغرداء العسكري وكان في فترة الراحة كان بيروح يعمل فرقة مصرحية من عسكريين ومدنيين المهم في يوم خد العربية الجيب الميرو وراح الفرقة خلص تصور المصرحية وخد زميله الممثلين في العربية فالشرطة العسكرية وقفته وسألته انت مين وراح فين فقال لهم أنا الملازم محمود الجندي ودول جماعة غلابة لقيتهم في الطريق وقلت وصلهم فقال لهم طب فين تصريح خروج العربية دي فقال لهم مفيش فتحفظوا على العربية وبلغوا قائد الفرقة اللي كان اللواء سعادة الدين الشازلي فقال لهم دورهوا لمكتب ولما تدور الجندي مكتب قال له الشازلي من غير لفه ودوران كده انت روحت فين بالعربية دي ومين اللي كان معاك فقال له الجندي يا فندم أنا ممثل وعمل فرقة وكنت بتضرب علشان منساش التمسيل فالشازلي هزاوا واتصل بقائد مطار الغرداء ونقلوا الجندي على المينيا وبعد فتر راح الجندي مطار فايد ووقعا زابط اشارة وقام دوره يستلم مظروف من القائرة مقفول بالشامعة الاحمر ويتحط في خزنة الوحدة وما يتفتحش غريب الاوامر ويتنفذ اللي فيه وعمل الجندي القصة دي كتير وما فيش مرة المظروف يتفتح وكان كل اسبوع يخذ المظروف يحطه في الخزنة وبعد اسبوع يتقلهم هاتو وطبعا كان هدف القيادة في كده كانوا عايزيني يرافو هل فيه معلومات بتتصرب ولا لا علشان لو فيه اختراق يقدروا يحلوا الموضوع المهم فمرة راح الجندي يستلم المظروف وقام بتارد فيلم اسمه سيدتي الجميلة وهو كان في الوقت ده خاطب فقال لنفسه عن المظروف لازم يبات في الكتيبة انا اروح افسح خاطبته واتفرج على الفيلم وبعدنا اروح اسلم المظروف الصبح وقتها كل كتاب القوات الجوية ادت التمام اللي كتيبت فايد وتاني يوم لما راح المطار قالوله قائد القوات الجوية طالب يشوفك وقالوله ودع اهلك بعدشان انت خنت الامنة العسكرية ودي كارسة فيها اعدام وراح الجندي على مكتب قائد القوات الجوية اللي كانوا وقتها اللواء محمد حسنو مبارك ولما دخل الجندي على مدير المكتبه قال له نظبت بتاع فايد وقابل ما يكمل الجوم لقال له يا ابني انت ليه وديت نفسك في دهيا الدنيا مقلوب عليك فمحمود الجندي قال لنفسه خلاص انا رحت في دهيا ودخل اللواء محمد حسنو مبارك واللي كان معروف عنه انه شخص حزم جدا فقال له مبارك انت ليه ما سلمتش خطبك قيادة فقال له الجندي يا فاندي ما انا هقولك كل حاجة بصراحة فقال له مبارك قول كل حاجة واقع تجذب علي فقال له الجندي يا فاندي ما انا ممثل وفي فيلمه مهم بطارد وخفت لو ما رخلتوش يضيع علي وبصراحة يا فاندي ما انا بقاله شخور بسلم مظارف وما بنعملش بيها حاجة فقلت ما فيهاش حاجة يعني لو بطل الصبح فقال له مبارك طب نجيب من تاني غيركم يفهم يا متعلمين يا بتاع المدارس انت ما لك يتفتح ولا ما يتفتحش انت هنا ترسف مكان او ضرق تلف وبعدها سكت مبارك شوية وقاله بما انك قلت الحياة فاني هكتفي بحرمانك من الاجازة اما بعد المصيبة الثالثة فكانت اكبر بكتير من اللي فات لان كان فيه كنت تفاهم بين الطيران والمدفعية حاجة كده يعني زي كلمة السر بتاع المدفعية يطلب كلمة السر فبتاع الطيران يرد علي بيها رد عليه بقى تمام ما ردش يبعاده ويتضرب وقودة بتغير بشفرة معينة بيعرفها الزباط العاملين او الصول بس لكن الجن دي قصابة احتياط ما يعرفهاش المهم في اليوم ده كان هو قاد الكتيبة وقصه له وقال له فاني ما انا عنده مصيبة في البيت وعايز انزل فمحمود الجن دي نزله وبقى هو المسؤول عن الشفرة دي وهو ما يعرفهاش اصلا ونزل الصول من هنا وجد شفرة حاولي فكها بس ما عرفش فالطيران طلعت من المطار والمدفعية طلبت الاشارة والطير ما عرفش يرد علشان مش مع التغيير فالمدفعية ضربت الطيران فرجع الطيران للمطار وطلعت ضبط الاشارة المسؤول فدورو له محمود الجن دي فقال له يا ابني انت كنت هتعمل كارسة وكنت هموت بسببك والطيران كانت هتتضمر انت فاهم انت بتعمل ايه فقال له يا فاندم والله انا كاتب ميت جواب اني ما بفهمش في الاشارة وطلبت نقلي بس ما حدش عبرني فقال له اعتبر نفسك خلاصة نقلت من هنا يلا تفضل اطلع برة من هنا